تعطيل وزيادة في التكلفة والمشقة تلك بعض تداعيات المنشورة المنظمة لعمليات التزود بالمحروقات المدعومة حسب بحارة الصيد الساحل وأصناف أخرى من البحارة بساقص الكوتاة هذه والقيمة الستين خيالي يمكن 40 لتر تكلين فارسة دوما معانيتها ما يخدموش حتى الهار ما يخدموش وأنا كمجهز يساعدني نعبي ما صوتي في لكتي تخرج يمكن تقعد عشرين يوم يمكن تقعد عشرين يوم يمكن تقعد خمسة عشرين يوم على البحر فأني ما ليس مهم مفروض أنا بس نعبي مئتين يدرا وثلاث مئتين يدرا يخرج يعمل لي بيه منهار ويدخل نحب في لكتي تخرج تخدم بس كيدخل نلقى ما نعطي للبحري ونلقى ما نصور مناكلون سربانا البحار يخرج يعمل في خمسة وستة أسوايع باش يوصل كما تور على غرار المناني يمشي خمسة ستة أسوايع في الهوتمير باش يوصل ومش في نهار ومش روح تحبله أربعة خمسة يام وفم التقص اللي يحكم فيه اليوم علاش هذا زوده بالمحروقات باش هو يكمل زرعته ميقادش هو مش يعمل ليلى ويروح يقعد ماشي جاي المشير الصادر في جنوان 2020 يتضمن سلما موحدا لإزناد الوقود المدعوم أصدرته سلطة الإشراف بعد حملات رقابية أسفرت عن توفير أكثر من ستمائة ألف لتر وتوجيهها لمستحقيها حسب معطيات وزارة الفلاحة إلا أن أهل القطع طالبوا بمراجعته وبتشريكهم في اتخاذ القرار شي قسمك وتع تكون معقولة أقل شيء أقل شيء تتضرب في اللذين هذه أقل شيء وسهلونا غوضة 11 يوم يأتينا متى أخبصة شيء اليوم اللي عنده أتناك أولا راحة للإدارة ولينا أحنا بش نخدمه يلزم يقعدوا مع المهنة يقعدوا مع المهنة ويزموا كلام المهنة يلزم إدارة فانتكات للفانتكات تعطي خدمات للبحر البحر وقت الله هو يوفر لك في العمل الصعب ويوفر لك في الأمن الغيدي أنا نزيد نعاونه ملف بدأ يدخل دائرة الضغط أمام تغير المعطيات وأبرزها أسعار المحروقات وتكلف الحياة للعاملين في القطاع